بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد الله وسلي على محمد وعلي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لو قدر لنا أن ننتقل بمخيلاتنا إلى عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترى حينما يريد الإمام بأبي وأمي أن يحقق إنجازاً ما على المستوى الدولي من سيقف في قباله من الذي سيواجهه وبتعبير من هو عدو الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر ليس سؤالاً في مجرد الخيال وإنما هو سؤال مبني على أساس الاستعداد لتبيان مصداقيتنا حينما نقول أننا أعداء لأعدائكم حينما ندعي هذا الإدعاء بأني عدو لمن عاداكم متبرئ ممن تبرأتم علينا أن نرصد طبيعة العداوة التي نريد أن نتخذها تجاه من من هي الجهات التي ستكون معادية للإمام حتى نعاديها وحتى نتخذ الاستعدادات المناسبة لكي لا نقع في فخ مناصرة أعداء الإمام ومضادة أحباب الإمام أو أنصار الإمام أو محبي الإمام أو ما إلى ذلك هذا التعهد لو أننا نظرنا إليه في المستقبل من دون أن تكون لدينا قاعدة أساسية للتعرف على العدو لا يمكن لتعهدنا هذا أن يأخذ المسار أو المصداق الجاد في التعامل مع قضية محورية هامة للغاية نحن نتحدث عن أن نصرتي لكم معدة هذه النصرة أيضا حينما لا أرى عدوي بشكل دقيق عند إسا تكون النصرة غائمة تماما لأنه ليس من المعلوم أن قصة النصرة هي موجهة للإمام وليست موجهة لمبادة عدو الإمام بأبي وأمه هنا لدينا مشكلة كبيرة حينما ننظر إلى واقعنا المعاصر ونجد اختلاط الأوراق نجد أن المعايير في الكثير من الأحيان تقف خرساء أمام ضغط الواقع وأمام تقديراتنا للواقع خاصة أن التقديرات للواقع ترتهن على انطباعات ذاتية اليوم أمريكا على سبيل المثال ينظر إليها الكثيرين بناء على تقديراتهم للواقع بطريقة تختلف عما أنظر إليه أنا أو تنظر إليه أنت وقد يكون ما أنظر إليه أنا لا تتفق به معي بسبب أن تقديرات الواقع كل واحد يأخذها من زاويت الخاصة لكن لو اتحدنا على أن نرى العدو الحقيقي على وجهه الحقيقي عند ذلك لا يمكن أن نختلف في هذا الأمر بتاتا كيف يمكن لنا أن نصل إلى أن نتعرف على العدو بصورته الحقيقية القرآن الكريم أشار إلى أن الشيطان إبليس لعنة الله عليه هو العدو لكن عدو من أي طريق بأي شاكلة هو عدو مضل مبين عدو مختفي لا يرى ويخفي عداوته ويظهر إلى الذين يوسوس لهم أنه يريد الخير لهم ويريد حالة البر بهم ما لم يتمكن الإنسان المسلم من معرفة الحق الإلهي الذي يعاديه هذا المخلوق عندئذ يمكن أن يقع في حبائله ومن دون أن يشعر أنه قد وقع في حبائل الشيطان بل يمكن له أن يكون خادماً للشيطان في عين أنه حينما يذكر الشيطان يقول لعنة الله عليه بهذه الطريقة عملية تمييز الحق تؤدي إلى حالة تمييز الباطل بنفس الوقت تفرز هذه الحالة مع وجود مشكلة أن الأمور حينما تتجه إلى التنفيذ الواقعي تحتاج من الإنسان أن يكون ذا بصيرة عالية لكي يكتشف المساحات التي يختلط فيها الحق بالباطل طالما نحن نبئنا بفتن والفتن بطبيعتها تخلط الحق مع الباطل وتجعل الإنسان مشوش البصيرة حتى تصل بالأمور إلى أن الذي يوصف بأنه يشق الشعر بشعرتين يسقط في فخ اختلاط المعايير وفي فخ المعايير المزدوجة لذلك نحن أمام مشكلة مستقبلية كما هي الآن نحن أمام مشكلة واقعية وحقيقية هذه المشكلة إن لم نقرر الميزان ونقرر المقياس الذي بموجبه يمكن لنا أن نقيس به الأشياء عند ذلك سوف يبقى العدو متخفي لا نراه وحينما يتخف العدو عندئذ يمكن خداعنا بسهولة كبيرة في حالة اليوم واحدة من الأمور التي أعتبرها من إنجازات هذا العصر أن الظلم فضحوا أنفسهم يعني اليوم أو البارحة أمريكا تتحدث والعالم الغربي يتحدث عن حضارة حقوق الإنسان يتحدث عن حضارة الحرية يتحدث عن المساواة وما إلى ذلك هذه الكلمات أغرت الكثير من الشعوب خدعت الكثير من الشعوب وسقطوا في أفخاخ هذه الشعارات لكن حينما اختبرت هذه الشعارات على أرض الواقع عرفنا ماذا تعني كلمة حضارة حقوق الإنسان وعرفنا ماذا تعني كلمة حضارة الحرية وعرفنا ماذا تعني كلمة المساواة بين البشر وما إلى ذلك وتبين لنا أن كل هذه الإدعاءات زائفة حينما رأينا صورة غزة على سبيل المثال وقد تساقطت أمامها كل الحضارة الغربية برمتها من دون استثناء لأحد من هؤلاء السبب هو ظلم شديد لكن هذا الظلم كان فاضح للغاية بحيث أسقط الصورة المخفية أو البرقع الذي كان يتبرقع به العدو ونظرنا أو نظرة الشعوب إليه بصورته الفاضحة الحقيقية اليوم أنت لو تنظر إلى إبليس مجردا عن حالات التغطية والبسترة التي عادة يعتمدها ماذا سترى؟ هل يمكن أن تتصور أن أحدا سيتبعه؟ من المستحيل لكن حينما يخفي نفسه يجمل نفسه يخدع الرأي العام بهويته وبمآربه وبأهدافه ومصالحه شنو اللي يصير؟ يمكن إلك أن أتصدق إلى حد هذه الأيام مع كل الجرائم التي ارتكبت من قبل الأمريكين وآخرها كان اغتيال الشهيد الكبير أبو باقر الساعدي رضوان الله عليه مع ذلك يمكن إلك أن تسمع من داخل الصف الذي يقول بأنه يعادي أعداء الإمام من يقف إلى جانب المعتدي ويقف ضد المظلوم وهذا ما أقدر أعزيه إلا إلى أن هؤلاء لم يحتاطوا لأنفسهم بحيث أنهم اختلطت عندهم المعايير إلى درجة لم يحسوا بأن المعايير قد اختلطت لديهم هو ينطق كما تنطق هو يقول إني سلم لمن سالمكم ولكن حينما يقف إلى جانب المعتدي إلى جانب الظالم حتى وإن كان هذا المعتدي يستخدم القانون الدولي ويستخدم الحق القانوني ضمن القانون الوضعي مع كل ذلك تجد أنه يقف إلى جانب هذا بذرائع مختلفة لكن من حيث المحصلة ماذا حصل أنه نصر عدوا وقصر في حماية حق مظلوم أو حق محب أو مواجه ولذلك هنا أنا أعتقد أن واحدة من مشكلات الغيبة ومن معالجاتها في نفس الوقت في مشكلات الغيبة أن الأعداء سوف يتم إخفاءهم سوف يتخفض ومهمة الغيبة أن تكشف الأقنعة تسقط الأقنعة وتسقط البراقع عن هؤلاء الأعداء بحيث أن الناس تنظر إلى إمام زمانها بأنه هو المنقذ من هؤلاء الأعداء معادلة الغيبة مبنية على أساس الوصول بالأمة إلى الدرجة التي تستطيع أن تجابها محور الظلم والجور ومن دون وإلى ما يمكن أن نشوف ظهور الإمام مبني على أساس هذه القضية أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ماذا؟ ملئت ظلماً وجوراً هذا الظلم والجور إن لم نتعرف عليه ما الذي سيحصل؟ إن لم نشخص مكامنه ومراتزه ما الذي سيحصل؟ سيحصل أننا قد نغدر بإمام زماننا في عين أننا ننظر إلى الأمر بأننا من المنتظرين لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أكو رواية عدنا مرت عليكم كثيرة نحن ما تحدثنا عنها مراراً يتحدث بها الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله وقت لهذا الأمر في السبعين سبعين للهجرة ولكنكم أذعتم والله أجل طبعاً مؤدر رواية الله أجل هذا الأمر إلى سنة مية وأربعين ولكنكم أذعتم وأفشيتم وما إلى ذلك المراد أكو محطات الله سبحانه وتعالى في تقديره الأول أعطى للأمة مجالاً في أن تنتصر لقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم بالشكل الذي يمكن أن يعرب عن إمكانية الأمة في أن تكون ناصرة لقائم آل محمد وبالنتيجة يمكن لهذا الأمر أن يشهد قيام القائم في سنة سبعين هذه السنة حينما تنظر إليها في بعدها التاريخي كان وضع بني أمي في أسوأ الحالات لكن حينما كانت قابليات الأمة ومؤهلاتها غير متكاملة شنو اللي حصل حصل أن أجلت إلى سنة مية وأربعين ما قطع الأمل وإنما قيل للأمة افتراضاً اذهبوا وأهلوا نفسكم في سنة مية وأربعين جاءت فرصة هائلة جداً الناس تنتفض على بني أميه وتريد الرضا من آل محمد يعني الشعار المرفوع أن الناس يريدون الرضا من آل محمد والإمام يقول أن الفرصة كانت سانحة لكن حالة عدم البصيرة وحالة الاستعجال المبني على أساس العواطف الحماس وليس على أساس ركائز السلوك وركائز القيم أدى بالنتيجة إلى أن هذه الفرصة العظيمة التي أوتيت ذهبت من الأيدي لتأتي غصة هائلة جداً نجم عنها أن أمتنا من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يفترض أن في زمنه تكون هذه الفرصة أدت متطلبات قيام القائم تحولت إلى غصة من الإمام الصادق إلى غيبة الإمام كانت نتيجة لتفويت هذه الفرصة التي سنعت وهذه الفرصة ما فاتت إذ فاتت إلا بسبب قضيتين القضية الأولى أن الموالي لم يعد العد بالشكل الذي يتناسب مع حجم المسؤولية ومع حجم المهمة وأيضاً العدو لم يكن غافلاً وأعانه الموالي حينما كشف عن عدم قابلياته وعن عدم وجود مؤهلاته أعانى الظالم في عين أنه كان يدعي بأنه يريد إعانة الحق واحدة من هذه الأمور الأساسية أن العدو كان يتماهى كان خفياً أمام هؤلاء لم يكنوا يعرفون حقيقة الصراع والقضية في أحسن الأحوال عند الكثيرين من هؤلاء أن هناك نزاع ما بين أولاد العم في بني هاشم هذا يريد السلطة وذاك يريد السلطة وما لنا والسلاطين اليوم نفس القضية تقدم بطرق مختلفة لكن تؤدي نفس المؤدى أن هذا صراع بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية صراع بين المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية وما إلى ذلك وهؤلاء حينما يتسارعون يريدون مصالحهم الخاصة النتيجة شنو؟ العدو يأخذ ما أخذه والصديق أو الحليف أو الموالي يطاح به أو أن يظلم ولا ينصره من يجب عليه نصرته وفي الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الأمريكيين من الواضح جدا أن البعث سقط في هذا الفخ كما سقطوا من قبل في قصة استشهاد الحاج قاسم رحمة الله عليك قصة استشهاد أبو مهدي المهندس قصة استشهاد أبو تقوى وأمثال هؤلاء الأفذاث دوما كانت القصة عند الكثير من هؤلاء أنهم يقنعون بمبرغ العدو ويقفون إلى جنب العدو بذرائع مختلفة حتى لو أنه قال من الصباح إلى الليل لعن الله أمريكا لكن على المستوى الموقف العملي هو يقف في نفس الخندق الذي تقف فيه أمريكا خطورة هذا الأمر تتجلى لو أننا انتقلنا إلى ماذا؟ إلى أن نكون في عصر الإمام والإمام يبدأ حربه وعند الحروب تمتاز الأعداء من الحلفاء بعد يتبين بعد الجبهة هذه وذه من لا يفقه عملية التمييز ما بين المواقف وما بين المواقع لا شك ولا ريب أنه سيكون على خطر كبير جدا في هذه القضية وإلا تعال أنظر إلى قصة الأبدال التي تطرح في بعض الروايات لا أتحدث عن أنها قصة حقيقية موثوقة أو ما إلى ذلك لكن كافتراض أن بعض الروايات تشير إلى أن جيش السفياني حينما يلتقي بجيش الإمام بأبي وأمي سيخرج قسم من جيش الإمام وينتقلون إلى ماذا؟ إلى جيش السفياني والعكس صحيح أيضا هذه الحادثة لو كانت صحيحة وأعود وأقول لما أحقق في طبيعة الرواية ولكن القدر المتيقن أنها لو كانت صحيحة تشير إلى أن البصيرة عند البعض ستكون مغلقة فيما البعض الآخر ستتفتح بصائرهم من ينتقل إلى جيش السفياني لأي سبب من الأسباب إنما ينعى على بصيرته بأنها ماتت وفقدت ومن ينتقل ولأي سبب من الأسباب من جيش السفياني إلى جيش الإمام هو ينتقل بهذا الاتجاه اليوم أنت إذا رحت إلى الكثير من الناس وسألت منهم أعداء الإمام رح يجاوبك أجوبة في الغالب تحكي عن سذاجة كبيرة جدا لا شك المنافق عدد لا شك أن الذي يتخلف عن النصرة يقف في صف الأعداء هذا ما بيشيك لكن أنت من تتحدث عن معركة حضارية هائلة إذا ما تخلي العدو متناسب مع هذه المعركة أنت لا تعرف العدو أبدا ليش تصير المعركة حضارية كبرى؟ لأن الكبار في الطرف الآخر هم النقيط لو أنت تعارض قوى صغيرة جدا أو قوى لا تأثير لها في عالم التغييرات العالمية الكبرى بذاك الوقت ما يقال إليك أنه أنت جاء تخض معارك كبرى وأنما هناك العدو الأكبر الذي يمثل جبهة الظلم والجور الذي يمثل رئيس جبهة الظلم والجور في الغالب من الأحيان تجده مفقودا في تعريفاته هؤلاء وهذا واحدة من المشاكل التي يفترض بها أن تعالج في فترة الغيبة وواحدة من مهام الغيبة أنها تكشف وجوه الأعداء وتفرز العدو من الصديق وتفسح المجال للإنسان أن يغير من مواقفه استدراكا وتداركا لحسن العاقبة أو طلبا لحسن العاقبة اليوم نحن في واقعنا لما تنظر إلى عموم الساحة وتشوف أن الساحات التي أشير إليها في رواياتنا هي الأكثر السخونة في العالم المعارك التي أشير إليها في رواياتنا عن علاء من الظهور ليس من الصدفة أن تتطابق مع طبيعة السخونة الموجودة في ساحتنا المعاصر لا شك أنه لا أريد أن أسقط هذه على تلك لكن لابد من النظر بمقاربة حينما تتحدث الروايات عن أن معاركنا مع مارقة الروم ستكون محتدمة وأن معاركنا مع الصهاينة ستكون محتدمة وأن الأتراك سيفعلون كذا وكذا وأن الشام سوف يجري فيها الموضوع الفلاني والفلاني وأن أهل المشرق سيفعلون كذا وكذا وأن أهل العراق سوف يصابون بالأمر الفلاني هذه الأمور هل يا ترى اجتمعت صدفة وبحيث الآن من نريد أن نشوف المشهد نشوف في كل العالم حجم التسخين في خارطة علامات الظهور هو الأعلى من نوعه من أي ساحة أخرى إذا كان حرب الروم هرج الروم هي من جملة العلامات نحن نشهد إذا كان ضعف الصهاينة وما يترتب على ضعفهم من جرائم ومن مظالم وما إلى ذلك نحن نشهد هذه الحالة إذا كان الأمريكيين يقبلون على المنطقة متذرعين بذرائع متعددة هذه الحالة أمامنا إذا كان كل هذه هل يا ترى أنها اجتمعت صدفة أو أن هذا الاجتماع جاء من فراغ أم أن أمرا يوجب علينا الانتباه حتى لو لم نؤمن بكل علامات الظهور هؤلاء ما جاءوا لي يلعبوا وما جاءوا وما حصل الأمر الذي يحصل بناء على لعبة من الأعيب السياسة الساذجة نحن نشهد تغيرات كبرى في العالم وهذه التغيرات تصب مباشرة في طبيعة المعركة التي آلينا على أنفسنا أن تكون نصرتنا معدة لأصحاب هذه المعركة كم من مرة ومرة عهدتم الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقلتم له بأن نصرتنا لكم معدة كم من مرة تحدثنا بمنطقة أننا معكم لا مع عدوكم اليوم من الحق لما نشوف الطراب المعايير من الحق أن نفتش عن أقدامنا معكم معكم لا مع عدوكم ماذا قد إلها مصداقية في وضعنا في مواقفنا في فكرنا في رؤانا في تقييمنا للأمور رح أضرب مثال بسيط وأتمنى على الأخوان أن يدققون في مثل هذه الأمثلة قبل قصة سبعة أكتوبر كانت الهجمة المثلية حجمهم هائلة لأمو هائلة على المستوى الدولي على مستوى المنطقة على مستوى العراق حجمها شديدة لأمو شديدة إيش معنى اختفت دفعة واحدة من صار السبعة أكتوبر شنو اللي صار الأولويات اختلفت لا شك ولا ريب لكن اللاعب اللي هيج المثلية هو انشغل في سبعة أكتوبر بعد ما عنده قدرة أن يتابع الملفات كلها دفعة واحدة قبل سبعة أكتوبر قبل هجمة المثلية إيش قد كانت هجمة الإلحاد كبيرة جدا ليش دفعة واحدة الإلحاد راح أجدتي المثلية راحة المثلية أجدتي سبعة أكتوبر هذا يبيننا حقيقتين كل إجرام يحصل على بنانا هي من عدو واحد هو الذي يؤسس إلى كل هذه المظالم لكن في نفس الوقت العدو أعطانا ما من شأنه أن يثبت أن لديه مواطنا من الضعف بحيث لا يستطيع أن يمسك بكل الملفات ويهيج كل الملفات دفعة واحدة إذن عدونا ليس ذلك العدو الذي لا يقخر في أي مجال ومن يعتقد سبق إلي أن أشرت إلى أن من يعتقد بأن أمريكا هذا الغول الأكبر الذي لا يمكن مواجهته وما إلى ذلك إنما يعرب عن هزيمته النفسية سلفا هو منهزم ولذاك عبر عن هزيمته بمنطق الوقائع ومنطق القوة الضاربة للأمريكين كأنه إحنا جاي نتله وحينما نقف موقف معادي من هذا أو ذاك كأنه ننتظر أن يرمون بالورود ورح يحولون الدنيان إلى عالم من العشب الممرع وما إلى ذاك هذه معارك والمعارك فيها ألم ولا شك فيها خسائر ولا شك فيها آلام ولا شك إن كنتم تألمون هذا منطق القرآن أيضا مثل ما أنت تتألم هو أيضا يتألم وكونوا واثقين أن هؤلاء لو لم يكونوا ضعفاء ما اضطروا إلى أن يمارسوا جرائمهم على وضح النهر في وضح النهر عفوا أمريكا خفصة الدنيا على أحكام الإعدام التي تجري في الدول أي دولة تمارس قانونها بحكم الإعدام أمريكا معترضة وتضغط ورفع هذا الحكم وما إلى ذلك الآن اللي سوأت في شارع فلسطين شنو كان تنفيذ إعدام لو متنفيذ إعدام وبيعا وسيلة خلاف القوانين خلاف الأعراف الدولية خلاف كل القوانين مو هذا اللي صار له غيره اللي سوأت في مكانات متعددة شنو اللي جاي يصير إسرائيل اللي كل هذه الفترة شنت أبشع الجرائم واللي الأمريكين يقولون لحد الآن مو ثابت عندنا مع أنه 28 ألف شهيد خلال هذه الفترة خلال ما يقرب من الأربعة أشهر بعدنا ما وصلنا إلى الأربعة أشهر نفذوا كل الجرائم اللي يمكن إلها أن تحيل شرعة حقوق الإنسان إلى مزبلة مستشفيات مدارس أماكن مقدسة أماكن مدنية بحتة لاجئين رافعين أعلام بيض ما إلى ذلك الكل ذهبوا تحت تحت يأفطة الوحشية الصهيونية العالم الظالم شنو كان بيني اللي يقول والله الحق وياهم وبيني اللي يقول بس شوي على كيف خفف الحد لكن القدر المتيقن أن العدو لو لا ضعفه ما اضطر إلى أن يرتكب الجرائم في واضحة النهار لأنكشف نفسه الآن أفترض أمريكا حينما مارست جريمتها مع أخينا أبي باقر رحمة الله عليه هذه الجريمة وإن كانت مرة مؤلمة مريرة لا شك ولا ريب لكنها في نفس الوقت أعطت المقاومة فرصة في أن تفتضح أمريكا أمام أبناء منطقتها وأبناء شعبها أعطت فرصة إلى المقاومة في أن تتنادى أصوات اليمن مع فلسطين مع لبنان مع سوريا مع إيران مع مقاومة استشهدة في العراق هذا قبل ما كان موجود قبل نقتل بالآلاف لا ينبذ هؤلاء لا ينبثوا ببنت شفا حتى كلمة واحدة لا يتكلم لكن اليوم يقتل عندنا واحد رغم أن هذا الواحد إلى عظمته إلى مكانته لكن بالنتيجة الآجال تأتي ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن الخسائر التي نمنا بها لها هذا الوجه أنها تزيد البصيرة وأنها تكشف العدو وأنها تعطينا مكنة من أن لا نرهب العدو أكثر مما يحاول هو إرهابنا به الآن أمام أمريكا واحدة من أثنتين أما أن تعود لممارسة القتل من جديد تفضح نفسها أكثر فأكثر ولا تستغربون من هذا المنطق هذا منطق الحسين عليه السلام منطق الحسين الذي كان مبني على فضحي الضلال من ناحية العملية الآن شم الفرق في أن أنت تفضح الضلال من خلال مظلوميتك ونفس الدرس الذي أخذته من الحسين عليه السلام ظلموه ظلما شديدا وأفجعونا به ولكننا ازددنا إيمانا ازددنا يقينا ازددنا معرفة بطبيعة العدو وتمكننا بالنتيجة من تأسيس أمة الحسين عليه السلام أمة تتخذ من الحسين شعارا ودثارا وتعمل على أساس شعارات الحسين في منهاجها العملي نتيجتها شنو؟ نتيجتها أن الأمة تتجه باتجاه تأهيل أنفسها للمعادلة الكبرى والمعادلة الصعبة بالعودة إلى الروايات التي أشرت إلها الروايات الفرص التي أعطيت لأمة الانتظار ولم تستغل لم تستغل بالعودة إليها نشير إلى أن الأمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانوا قد أعطوا الأمة فرصة في أن يكون ثمة قائم يعني قبل ما يزدل الستار على وجود الإمام كانت الأمة أمامها فرصة في أن تحقق المجال للإمام القائم في أن يقوم بتعبيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كلنا قائم بأمر الله لكن القيام بأمر الله مرتبط بقضيتين مشروع القائم بأمر الله وهو معد سلفا لكن الأمة التي تقوم لأمر الله جل وعلا هذه الأمة لم تكن موجودة القائم موجود ومشروعه موجود لكن الأمة التي تقوم من أجل أن تمكن القائم لم تكن موجودة آنذاك حينما تنظر إلى واقعنا تقول أننا على طول هذه المسافة الزمنية كنا ما بين قضيتين بين المستعجلين المتحمسين اللي كانوا يحسبون حسابات غير دقيقة للواقع وبين المستبطلين المترهلين الذين لا يجدون مجالا لحساب بين ذاك اللي متوازي بناء على حماسة وما إلى ذلك يريد الإمام يطلع حتى لو ينتحر وبين هذا اللي كل هذه الأمور تحصل والتاريخ يكون على شفى حد من التغيير الجذري تشوفه قاعد انبسط ولا كأن شيئا في البين ماكو شيء بين هذا وبين ذاك ننظر إلى حوادث متعددة أنا سميتها في الحديث السابق بمعجلات الظهور ما فعله الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية ما فعله السيد السيستاني ما فعله السيد الخامنئي ما فعله السيد حسن نصر الله وما فعله الكثيرين من هؤلاء الذين أبوا أن يكونوا من الناس العاديين في مسار الانتظار سبق لي أن أشرت في مسار الانتظار الخطاب وجهه على نحوين خطاب عام لكل الأمة هذا الخطاب العام مهمته أن يوجد المحيط والبيئة الأولى للعاملين في مسيرة الانتظار بيئة تساعد لكنها لا تنهض بنفسها تحتاج إلى من ينهضها لذلك كان الخطاب الثاني خطاب الصف وخطاب إلى الصف وخطاب إلى النخبة أن يعملوا بعمل يريده الإمام مباشرة ليش؟ لأنه هذا العمل يمكن له أن يؤمن من هذه البيئة أعداداً مهمة وأساسية لعملية إيجاد الأعوان خاصة وأننا سبق أن أشرنا إلى أن مشكلة الغيبة كامنة وين؟ في عدم وجود الأعوان وإن وجدوا فلا تأهيل لهم ولا قابليات لهم وإن كان لهم تأهيل وقابلية لا يوجد لديهم اقتدار وهذا النواحد مرتبط بالأخر لكن لو لم يكن لهؤلاء الأفذاذ حينما سمعوا النداء الخاص ليعدن أحدكم سهماً ولو سهم واحد لنصرة الإمام هؤلاء أخذوا هذه الرواية واعتبروها ميلادهم ذهبوا يعدون وذهبوا يهيئون وذهبوا يهيجون ما من شأنه أن تخرج البيئة العامة من طور المسار الاعتياد الروتيني إلى أن يتحول إلى قصة حيوية فاعلة وذات أثر نوعي نحن العام الماضي كان عندنا زوار إلى الإمام الكاظم عليه السلام ما يقرب حوالي سبع ملايين إنسان هذه السنة عندنا 13 مليون ماذا تنبيكم هذه القضية ماذا تعرف لكم زيارة الأربعين وإن كانت وكيف أصبحت ماذا تعني لا شك ولا ريب أن البيئة توسعت البيئة العامة أو الأرضية التي تحرك عليها المنتظر لا شك ولا ريب أنها توسعت لكن القدر المتيقن أننا في داخل هذه البيئة العامة وجدنا من يقاتل من أجل تحسين هذه البيئة ورفع مستواها التوعوي ورفع مستواها وقابلياتها تجاه المخاطر التي تحيق بهم شنو اللي رح يصير رح يصير أن رجلا فقيرا جالسا في زقاق من أزقة النجف يستطيع بسطرين أن يقلب عليها على سافرها من وين من هذه البيئة البيئة العامة لكن في داخلها أكو من تصدى مباشرة لتحويل هذا الكم إلى نوع من زقاق في قوم خرج ذلك الرجل الفقير من زقاق في منطقة الحويش إلى جنب مسجد الترك في النجف خرج الإمام الخميني وهو لا يمتلك إلا عباعته ما يمتلك شيء لكن يمتلك فكرا ويمتلك بصيرة ويمتلك شعبا آمن بقدرته على أن يسحق الباطل ما الذي حصل عجلوا في فرج الإمام بأبي وأمي بنقلات نوعية كبرى ولذلك هنا أنا أنا أنبه الإمام صحيح أن له وقت محدد من قبل الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب لكن هل أن هذا الوقت وقت نحن مجبرون عليه أم أنه قابل لأن يتحرك إلى الأمام أو يتأخر إلى الخلف شنو اللي شفته في رواية إن الله وقت لهذا الأمر في السبعين شنو معناه معناها كان الوقت موجود الأمة من تخلفت وحيلة إلى المية وأربعين في المية وأربعين كان موجود لكن الأمة حينما تخلفت ذهب إلى لنفترض إلى المية إلى الميتين وسبعين ثلاثمية أربعمية تبقى القضية تتحدث بهذا المنطق أمامنا فرص اللي لم تستغل شنو اللي رح تصير غصص الفرصة إذا مرت بتعبير أمير المؤمنين تتحول إلى غصص وأحنا في زمن أصبح من الواضح أن من نام لم ينم عنه احنا ما متركين والله هؤلاء اللي اتشمتوا بشهادة أبو باقر الساعد وسبق لهم أن اتشمتوا بشهادة أبو تقوى وبشهداء القاعم وببقية الشهداء الأبرى هؤلاء لو أن عدوهم تمكن لو أن عدونا تمكن واستمكن لقتل هؤلاء كما قتل أولئك هؤلاء حمقى لا يعرفون أن العدو ينظر إلى الجميع بعنوانها رؤوس أينعت وحان قطافها شنو الفرق بين أمريكا والحجاج احنا باقين متسمرين على الأمثلة التاريخية من دون أن ننظر إلى واقعنا كم حجاج لدينا كم يزيد لدينا كم الحسين ابن نوير لدينا كم عمرو ابن الحجاج لدينا كم سمر لدينا في هذا الزمن إيش قد تقدر تعد نعم بعضهم لا زال مبتسما وفي افتسامته يغطي على تكشيرة الحقد الذي لديه لا تصيروا نواهمين الفرص إذا أتيحت على الأمة أن تستقل لكن هذا الاستغلال من يفعله هل هي البيئة العامة تفعله أم أن البيئة العامة تحتاج إلى قيادات تنهض به تحتاج إلى إرادات تجابه هذا الخطر تقاوم هذا الخطر لا تبالي بهذا الخطر والواقع ما الذي يتحدث عنه واقعنا الحياة ما الذي يتحدث عنه نحن ميتون في يوم من الأيام لا شك ولا رأي في يوم من الأيام سنوت إذا خايفين اليوم أن نقتل نحن أكو يوم آخر راح تنطفئ شعلة هذه النفس وينتهي كل شيء لكن شتان ما بين أن نقتل ونرجو من الله ما لا يرجو عدونا ويتحول دمنا إلى نبع فياض من الحيوية ومن الروح في داخل الأمة وبين أن نموت بصمت نخرج من الدنيا بصمت والعدو يقول ارتحنا منه والعالم لا يسمعون بالشيء جد أكفر مع أن المعادلة واحد الموت يلحق بنا بأي طريقة كانت بل ربما يستشف من بعض المرويات أن الله سبحانه وتعالى يخير الإنسان بطبيعة الموت الذي يريده مو أنه يبلغ مثلا تريد بهذه الطريقة لو بديش الطريقة لكن يضع له خيارات الحياة أمامه يمكن له أن ينتخب الميتة العزيغة ويمكن له أن ينتخب الميتة التي لا تقدم ولا تأخر وإلا تعبير أمير المؤمنين لضربة بالسيف ضربة بالسيف أحب إلي من ماذا هذه المقارنة لن نبقى نضربها كأمثال إذا لا نحولها إلى واقع حياة عيشة لا يمكن إلى هذه الأمثال أن تكون مؤثرة في حياتنا وأنا أزعم أن أمريكا بهذا العمل الذي قامت به إنما وضعت نفسها في طريق البعد عن المنطقة شاءت أمرت ولا تعالوا فكروا مرة أخرى بمشروع السفياني وقد سبق لنا أن قلنا بأن هذا المشروع مبني على أساس مؤامرة تجري من الغرب لإستعادة العراق لا استعادة سوريا استعادة العراق أصل مشروع ورواية واضحة جدا لا يكون له همة إلا الإقبال على العراق استعادة العراق من أيدي من معناها ذهبت من أيديهم ليش يريدون يستعيدون يتآمرون في دولة أخرى من أجل المجيء بجيش آخر لا استعادة نفوذهم معناها يمكن لمثل هذه الروايات أن تتحدث بهذا المنطق بل رواية عوف السلمي هي الأخرى تحدث عن أن هذه المؤامرات سوف تبقى تستمر وسوف يحاول البعض إيجاد هذا الشرخ بين سوريا والعراق من هو هذا البعض من الذي سيؤجل ذلك ولماذا يذبح هذا الرجل في دمشق لماذا يفشل المشروع من الذي سيفشل المشروع أسئلة كثيرة هنا خلي أقول لكم شيء قبل المحاضرة أشرت إلى السفياني عودا على بد أكو كثير أكو كثير من أخواننا من أبناء السنة يتهللون فرحا حينما يسمعوننا نتحدث عن السفياني ويصير من أخواننا أن السفياني سوف يأتي لنصرة مكونه طائف عمي والله بالله أرجعوا أقروا رواياتكم أنتو في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد أو إلى رواياتنا السفياني ليس سنيا نقط راس السطر أكثر من سيؤذي السنة هو السفياني قبل أن يؤذي الشيعة أما أن هذا الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين وأنتم في مأمن من شهر وشهرين وياما من ملته ليش معارك الكوار الخمسة ورح تجري في أي مناطق رح تجري في كلامي هذا أنا أوجه نداء إلى أخواننا السنة كما أوجه نداء إلى أخواننا الشيعة لدينا عدو واحد هذا العدو الواحد هو حضارة الكفر والإلحاد شفتوهم الآن جد أشاروا منزعجين قلقين بسبب أن الشيعة تقاربوا مع السنة وأن قصة الخلاف الشيعي مع السنة بدأت تتساقط بدأت تفتضح محور المقاومة اليوم متشكل من الفريقين يقاتلون بهمة واحدة بإرادة واحدة وفي قبال عدو واحد رح يرجعون مرة أخرى ورح يقول لكم فلان حج على فلان وفلان حجت على وما إلى ذلك رح يرجعون يحاولون يثيرون الملف الطائفي لأنهم ما عندهم سلاح آخر للتفرقة ما بين الفريقين شفناها حتى في قصة لعبة الفريق العراقي والأردني الآثار اللي كانت موجودة في الأردن بعد ما كان التأجيج لصالح الوحدة بين الشيعة والسنة أو التقارب بين الشيعة والسنة استغلوا اللعبة لتأجيج عواطف الأردنين ضد الشيعة في الأردن وخذ حدث ولا حرج اعتداءات وسباب وشتائم وإلى يومنا هذا مع أن القضية لا شك ولا رب الشعب الأردني بريء الشعب العراقي بريء نين جاي يلعبون طوبة كبرت زغرت مهما يكون شنو راح تأثر ليش أن تستغل هذه القضية لإثارة الأحقاد والضغاء لأن عدونا واحد مستقبلاً عدونا واحد ومستقبلاً منقذنا واحد أيضاً لا تتوهمهم لا يوجد منقذ لأهل السنة إلا الإمام المهدي عليه السلام ولا يوجد منقذ لأهل الشيعة إلا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه منقذ منقذ من من منقذ من العدو الأكبر منقذ من دولة الظلم والجور التي تحكم العالم قد تسمونها دجالاً قد تسمونهم بالأعور الدجال أو ما إلى ذلك تسمون بما شئتم لكن القدر المتيقن لدينا عدو مشترك ولدينا منقذ واحد ولدينا رب واحد ولدينا كتاب واحد ولدينا نبي واحد ولدينا قرآن واحد وعلينا أن نكون واحد في قبال العدو الواحد بعد أن جمع أغراضه وجاي نشوف اليوم مظاهرات في الأردن على ماذا تجار أردنيين يريدون يوردون بضائع إلى الصهاينة الشعب الأردني ما يقبل يظاهر مع أن الإجراءات الأمنية شديدة جداً هذا شنلي هو نفس اللي موجود عندك أنت اليوم تقول أنا لو في مكاني هذا لكن هذا العدو اليوم ما ألب الإمارات والسعودية والأردن من أجل أن تكون طريق المحاصيل وطريق التوريد إلى الصهاينة تأتي عبر دولهم بعد أن استطاع محور المقاومة أن يقطع روافت في حركتهم لو لا هذا ليش ما تقرأ بطريقة طبيعية يا أخوانا والله القصة لا شيعة ولا سنة أنتم متوهمين القصة أن عدو يريد رؤوسنا جميعاً يريد أن يستولي على كل شيء ليش الفلسطيني شنو شيعة ليش الحوثيين سنة ليش الحزب الله السنة مثلاً لو الجهاد الإسلامي شيعة لو الحماس شيعة هؤلاء كلهم اتفقوا على أن ثمت عدو واحد ووقفوا وقفة الرجل الواحد يعين أحدهم الآخر إن لم نذهب بهذا الاتجاه سيبقى عدونا مرتاحاً لكن لو اتحدت الكلمة و اتحد الموقف سوف يفتضح العدو عند ذلك حينما يفتضح العدو ستكون المهمة سهلة جداً اليوم مطالبات كثيرة عندنا من قبل الناس بضرورة إخراج الأمريكيين من العراق طبعاً لا شك ولا ريب الأنظمة السياسية إلها حكومها وإلها ظروفها لكن على الشعب أن يكون إلى قرارة وأن يتحد في هذا القرار ما لها معنى تيجي تكون بارد في قبال وجود محتل لأرضك وأي محتل يعيث فساداً في هذا البلد ينشر الفساد الأخلاقي ينشر الانحراف الديني ينشر كل سيئة في داخل البلد تعود إلى وهذا اللي يصيح وجود الأمريكيين ضرورة لنا ضرورة ليش من وينجبت هذه الضرورة لأنه رح يروح الكرسي الفلاني ورح يروح المنصب الفلاني وما إلى ذلك أو ذلك اللي يصيح إحنا بعدنا ما متبكنين داعش خاف ترجع عنا كأنه هذا مقاتل 24 ساعة طوال كل هذه الفترة ودعش غالبيتهم جالسين في بيوتهم وفي فنادقهم ويصيحون قتال داعش داعش وينها هي داعش اندحرت أراد يريدون يحولوها مرة أخرى إلى خلي تقدمهم بسم الله العياد اللي قاتلت لا زالت والفتوى اللي صدرت لا زالت والسلاح اللي قاتل هم لا زالت هذا اللي يصيح أنه احنا ما عندنا مقدرة إذا أنت تشعر بأنه ما عندك مقدرة على الأقل كن واحد من هؤلاء الذين وصفتهم الرواية مرأ منكم منكرا شنو الواجب سنة وشيعة شنو الواجب فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف عمي على الأقل في قلبك أنت لا تشعر بأنك مهزوم العدو والله خائر القوى لكن لما أنا أنهزم نفسيا في ذلك الوقت يقوى الذي جاء قويم مخاوفنا فإن شاء الله قدم فلسفة الجهاد وفلسفة الشهادة إلى الناس بأكل وقت سترى أن العدو لن يبقى أبدا ما يستطيع أن يبقى لأنه لا يقدر يمارس لعبته على أي حال أعيد المناشد لإخواننا أعيد النظر في طبيعة معرفة العدو معرفة العدو أساس النص في أي معركة إذا ما تعرف عدوك ما تقدر تنتصر على أحد معرفة العدو أخرجوها من النمط التأريخي وحولوها إلى أرض الواقع النمط التأريخي من سقيفتها إلى أمويها إلى عباسيها أو ما إلى ذلك ذولوا ولوا نعم أكو لهم امتدادات بل أكو امتدادات لكن مهم القوى الرئيسية القوى الرئيسية الآن متمثلة بحضارة الظلم والجور بحضارة بحضارة الكفر والطغيان هذه الحضارة إذا ما سقطت كل هذه الزعانف سوف يأتون ويؤدون التحية أما إذا بقينا نخاف من هذا وذاك ونقول هذا عدو وذاك ما عدو بذلك الوقت للأسف الشديد مسيرة الظلم ستستمر والظهور الشريف سيتأخر والتعجيل لن يحصل بينما مسار الأحداث يعطينا فرصة لأول مرة تحصل في أننا نقدر على هزيمة هؤلاء ونقدر على أن نقدم للفرج التعجيل الذي يريده وإلا لو لم نكن قادرين على ذلك لما رأينا رواية أهل المشرق الذين سيحملون سيضعون سيوفهم على عواتقهم ويستمرون في هذه المعادلة إلى أن يؤدوها إلى الإمام وعند ذلك فرجوا الناس في رواية وفرجوا آل محمد في رواية وفرج شيعة آل محمد في رواية ثالثة هذا الفرج هذا الفرج هو المعنى الموضوعي لكلمة النصر أن تنتصر على هؤلاء كيف يتحقق بإرادة مقاومة وضع السيوف على العواتق افتهموها مو أنه الله أنا شل السيف وخلت على عادق خلاص أنا حققت بيها قتلاهم شهداء وبيها إشعال لدار تستمر كذا يوم وما إلى ذلك هذه القضية تحتاج إلى وقفة واحدة ولا تعيروا بالا إلى الآلام الآلام ثمن طبيعي لنهضة الأمم لكن أعيروا بالا لعدم بقاء الظالم لأن الظالم لو بقيه سيكثر الآلام وسيضاعف الآلام وستفرز لكم آلاما جديدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شرور هؤلاء وأن ينقذ بلادنا من أمم الكفر والطغيان أمريكا الصهاينة البريطانيين كل هؤلاء وحلفاءهم من أعراب المنطقة وغيرها أسأل الله أن يرينا فيهم اليوم الذي نسعد بذلتهم وباستحقار العالم لهم والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا